السلام عليكم كيف حالكم أحبتي؟ أتمنى أن تكونوا بخير اليوم قصيدتنا عنوانها بلادي طبعا هي في وصف حبنا لبلادنا وفخرنا بها من خلال شاعر القصيدة إيليا أبو ماضي فهو يعبر بذلك عن حب كل إنسان لبلاده وفخره بهذه البلاد دعونا نقرأ القصيدة أولا أرجو منكم الانتباه جيدا إلى الكلمات إني مررت على الرياض الحالية وسمعت أنغام الطيور الشادية فطربت لكن لم يحب فؤادية كطيور أرضي أو زهور بلادي إذن الشاعر ماذا يصف في هذا المقطع؟ نعم إنه يصف رياض بلاده الجميلة الحالية أي الجميلة ماذا نقصد بالرياض؟ الرياض هي الأراضي الخضراء البساتين نعم ماذا يصف الشاعر أيضا غير رياض بلاده ماذا يصف؟ أحسنتم إنه يصف طيورها فهو يستمتع بغناء هذه الطيور ويطرب لسماعها كما أنه يحب زهور بلاده الملونة المنتشرة في كل مكان وقرأت أوصاف المرؤة في السيار وظننتها شيئا تلاشى واندثر أو أنها كالغول ليس لها أثر فإذا المرؤة في رجال بلادية طبعا ما معنى تلاشى؟ تلاشى واندثر نفس المعنى الكلمتان مترادفتان أي انتهى زال عن الوجود الغول هي شخصية خرافية غير حقيقية كان العرب يستخدمونها ليخيفون الآخرين بوجودها طبعا هي غير موجودة أصلا إذن الشاعر هنا يرى أن المرؤة والأخلاق الحسنة يتصف بها رجال بلاده بعد أن ظن طبعا أنها شيئا قد ذهب وزال عن الوجود كشخصية الغول التي ليس لها أساسا من الصحة أو الوجود إذن سنستفكر بعض المفردات الحالي أي الجميلة تلاشى كما قلنا اختفى وفنية الدنى المفرد من دنيا سواها غيرها والغول كما قلنا شخصية خرافية غير حقيقية تعبر عن الخوف الآن ما المعنى العام للقصيدة عن ماذا تتحدث القصيدة عن ماذا عبر الشاعر فيها أحسنتم يا أبطال إذن عبر فيها عن حبه لوطنه ووصف فيها أهل بلاده بالمرؤة الآن ما الشعور الذي يسيطر علينا ونحن نقرأ القصيدة ما رأيكم نعم إنه شعور الحب والفخر والاعتزاز ببلادنا ممتاز يا أبطال دعونا الآن نقرأ هذه الأبيات ثم نستخرج منها معنا أو مرادفا لبعض التراكيب والكلمات الواردة وقرأت أوصاف المرؤة في السير فظننتها شيئا تلاشى واندثر أو أنها كالغول ليس لها أثر فإذا المرؤة في رجالي بلادي نريد مصطلحا يدل على أخبار الأشخاص وقصص حياتهم ماذا نسمي هذه القصص التي تخبرنا عن حياة بعض الأشخاص ماذا نسميها؟ ممتاز نسميها السير رائع يا أبطال كلمة نقصد بها محاسن الأخلاق ما رأيكم؟ نعم أحسنتم المرؤة أوصاف المرؤة كلمة بمعنى علامة أو دليل من يستخرج لنا من النص كلمة تدل على العلامة أو الدليل ممتاز يا أبطال أثر ليس لها أثر كلمتين مترادفتين أي لهما نفس المعنى وهما أيضا متتابعتين في هذا النص نعم ممتاز تلاشى واندثر كلمتان لهما نفس المعنى شكرا لكم يا أبطال إلى هنا نكون قد أنهينا درسنا اليوم أشكركم شكرا جزيلا لا تنسوا أن تحفظوا المقطع الأول من القصيدة إلى اللقاء